اشهد سعادة السفير الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة خلال اتصال هتفي من ابو ظبي اشهد بالعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الامارات الشقيقة مؤكدا ان العلاقات شهدت العديد من المواقف التي اسهمت في ترسيق وتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فالعلاقات البحرينية الاماراتية الوطيدة يعني تعتبر نموذجا في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة والقائمة على اسس من الود والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ واشاج النسب والقرب والمصير الواحد العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية الشقيقة اشهدت العديد من محطات بارزة ومتميزة مما اسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها حقيقة لسنوات طويلة سواء كان على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرتهم في مجلس التعاون هذا طبعا ساهم على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وقد رسخت دعام هذه العلاقة اللي جمعته مملكة البحرين وشغلت تدولة الامارات العربية المتحدة عبر عقود من التاريخ ان انتحدث طبعا ما يقارب اكثر من 200 عام واتسمت هذه العلاقة بالانسجام في معظم القضايا الاقليمية والدولية واعلاغات تاريخية وطيدة تقوم على اسس المسان المشتركة في معظم القضايا ولا ننسى طبعا للجنة الاماراتية البحرينية المشتركة دور كبير في فتح افاق جديدة للتعاون ولتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات